وينضم إلينا من الخرطوم الجميل الفاضل الكاتب والمحلل السياسي سيد الجميل الجديد في السودان هو الإعلان عن اعتقال المسؤول عن فض الاعتصام في 29 رمضان الماضي هل هناك معلومات أو فرع حول هذه الشخصية وحول كيفية تورط هذا الشخص في فض الاعتصام دون تنسيق مع المجلس العسكري هناك روايات متعددة حول حادثة فض الاعتصام القيادة في الثالث من يونيو وفي الحقيقة هذه الرواية جرت تمهيد لها من خلال التقرير الذي أعلنته لجنة التحقيق العسكرية وأشارت فيه إلى أن بعض العسكريين قد قاموا بإطلاق النار والرصاص على المعتصمين في ميدان القيادة دون إصدار أوامر إليهم وهم الرثب المختلفة لم يحدد على وجه الدقة من هو الذي نفذ هذا الأمر أو الذي قاد هذا الأمر ومن الذي أصدر الأوامر أصلا لإطلاق الرصاص على المعتصمين حتى الآن هذه الرواية يقابلها الشارع السوداني بقدر من التشكك في تقديري عفوا سيد الجميل لو تسمع عفوا سيد الجميل لو تسمع ولكن ديجلو قال قبل قليل في مؤتمر صحفي أعلن للجميع أعلن أنه تم اعتقال المسؤول تم اعتقال المسؤول عن أحداث الفض تفض نعم وفي الحقيقة هذه الرواية تعني الآتي أن المجلس العسكري لم يتخذ القرار بفضل اعتصام وهو قد أكد في مؤتمرات صحفية وفي تصريحات وفي إبادات مختلفة أنه لم يقم بتوجيه هذه الأوامر لفضل اعتصام وأن التوجيهات التي صدرت من المجلس العسكري تتعلق بمنطقة كولومبيا فحسب لا تتعلق بمنطقة الاعتصام وهناك من قاموا بفضل اعتصام عمليا هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بهذه العملية وهم يرتدون اللباس العسكري وبالتالي أصبح هناك حالة من الضبابية تلف المشهد لا يستطيع أحد أن يتحقق من صحة هذه الرواية أو تلك وهذا هو الذي فتح الباب لكثير من الشكوك تحوم حول كثير من الإفادات التي تصدر سواء من نائب رئيس المجلس أو من قيره هناك روايات متضاربة تأتي من جهات تتعلق بالحرية والتغيير هناك شهود عيان يرون روايات مختلفة هناك كمية من الفيديوهات المسربة التي خرجت تؤكد هذه الواقع لذلك أنا في تقديري ما لم يمط اللسان بالكامل عن هذه الوقائع والأحداث ويقدم هؤلاء الجناة للمحاكمات وأن يرى الناس بعد ذلك التحقق من صدقية هذه الرواية هذه الرواية لا زالت حتى الآن يا سيد الجميل ولماذا برأيك لم يتم الإعلان عن هوية هذا المسؤول الذي تم اعتقاله حتى الإعلان عن اسمه يبدو غريبا هذا الأمر حتى الآن وفي تقديري أن حالة الميوعة التي يعيشها السيدان والسيولة الأمنية هي التي خلقت هذا الواقع الدولة العميقة وبقايا النظام الإخواني السابق الآن ينشطون والخلايا كلها تتحرك ويمكن أن يفعلوا ما يمكن أن يفعلوه حالة المراوحة المجلس العسكري ظل في حالة اللاسلم واللاحرب مع هذه المجموعة لا ندهي حتى الشكوك ذهبت إلى أن المجلس العسكري قد ارتمى بالكامل في أحضان المجموعات الإخوانية وهو الآن يتحرك في إطار مجاميع شعبية ولغاءات جماهيرية هل هناك أي رابط بين ذلك الاعتقال وبين تغيير النائب العام في السودان أيضا يعني هناك النائب العام قد لوح قبل أيام قلائل بأنه يرفض التدخلات من قبل المجلس العسكري في عمله وإذا وجد أنه قد مورست عليه بعض الضغوط أو التدخلات أنه سيستقيل أعلن ذلك لا ندري حتى الآن ما الذي حدث بالضبط فيما يتعلق بإقالة النائب العام من منصبه هناك إشارات وتلميحات تتعلق ببطأ الإجراءات التي يفترض أن يقدم كافة الفاسدين من النظام السابق إلى المحاكمة والذين هم يقبعون الآن في السجون قيد الاعتقال التحفظي كان من الضروري جدا أن تكتمل إجراءات التحقيق والتحري التي تقوم بها النيابة العامة وأن يذهب هؤلاء المتهمون إلى مرحلة المحاكمة وهذا يضع صدقية المجلس العسكري على المحك لأن عدم اتخاذ خطوات جدية باتجاه رموز النظام السابق يجعل يفرخ المناخ هذا يفرخ مزيد من الشكوك حول جدية المجلس العسكري ومدى التزامه بإنجاز ملفات الثورة التي قامت واندلعت خلال الفترة السابقة الآن هؤلاء الرموز ظلوا حتى خروج الرئيس المخلوع عمر البشير واقتياده إلى نيابة الفساد أيضا المصهر والملمح والموكب الضخم واللباس والمصهر كل هذا أيضا ساعد في أن تنتشر كثير من الشائعات أن هذه الاعتقالات هي اعتقالات قير جدية بالكامل وأن المجلس لا يسهف في هذا الاتجاه ربما أن هناك تلميحات حتى في خطاب أخير لبعض المسؤولين بأن هناك تلكء من قبل النيابة العامة ربما هذا أدى إلى أن يحدث التغيير الجميل الفاضل الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من الخرطوم فشكرا لك